بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه ذا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من عملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علفا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا حسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وأن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مبصرة لتبتغوا فطلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفقيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها ولا تزرها زغة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بجلوب عباده قبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذكوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عقاء ربك وما كان عقاء ربك محبورا انظر كيف فصلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مقذولا ترجمة نانسي قنقر